السلام عليكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير أبو الحاجة نقولها هي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وقنا عذب النار قلوا آمين اليوم أنا مع اللغة الفرنسية سوف نرى درس من أهم دروس التواحى اللي هما لليسون الباز اليوم سوف نرى تيب دفخاز أنواع الجمل في الفرنسي وفي الانجلي وتقريبا جميع اللغات عندنا أربعة أنواع ربعة تيب دفخاز وشنو هما حنشوفوهم واحد 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 اللي برميه سي لتيب ديكلاغاتف ومامتان حب نقول سيتوين فخاز ديكلاغاتف دنك تقولو هذي ولا هذي سيارا مام شوز وشنو هما مميزات لتيب ديكلاغاتف للا فخاز ديكلاغاتف لنو حتبدا بيانسور بالماجسكول وتخلاص بالpoint final وكي نشوفو التركيب تحر حنرقاو لسيجي هو يجل الول مبتدأ غروبنا من السيجي مره يجي لverb ممكن تحبس ممكن نزيدو المهم هو ترتيب لسيجي اللول ومبادكاتك لverb هذه الأفخاز ديكلاغاتف اللي هي في اللغة العربية الجملة الإخبارية رح تنقسم إلى نوعين اللول هو الأفخاز ديكلاغاتف أفرماتف يعني الجملة المؤكدة والثاني هو الديكلاغاتف نيغاتف معدها جملة إخبارية منفية الأفرماتف هي جم لسبور هاولك سيجي فيرب تبدأ بالماجسكول تخلص بالبوان فينال عادي لن تنفرح تخبرنا بحاجة فيها إخبار فيها خبر إذن جم لسبور يخبرنا أنه يحب السبور جملة إخبارية ان فرنسي ستنفرس ديكلاغاتف أفرماتف كين قولوا أل نيم با جوة أبالا هنا عندي سيجي بعد عندي لفير رحو منفي فيه النو والبا هنا ما كاش نو كين أبصخف مع الآن حين أدرنا لابصخف بيان سيجي دانك عندي توجه سيجي فيرب كبير بسك دخلوا في حرف النفي ومبعد كمبلمان عندنا الماجسكول عدنا لبوان فينال دانك ستنفرس ديكلاغاتف بما أنو دخل فيها النفي قولوا ديكلاغاتف نيغاتف جملة إخبارية منفية جملة إخبارية مؤكدة هذا هو النوع الأول ما فيه شفخ ما فيه حتى حاجة سبيسال رحو للنوع الثاني لدوزيين تيب سيلي تيب انتيروغاتف وبيان لفخاز انتيروغاتف يعني النوع الاستفهامي ولا الجملة الاستفهامية هنا عدنا نوعين شوفوا هذا الزوج الجواب بتحهم يكون نعم أو لا وي ونان وهنا رح يكون معلومة إذن النوع الأول par exemple وش نلقى فيه نلقى فيه الترتيب يختلف لحا نبدأ بالverbe ثم هل تتعلم هذا الأول نقل بهم هذا هو دليل مؤشر من مؤشرات الجملة استفهامية الفرازة انتيروغاتف نقل ثاني الجملة تبدأ بس ك أس كو توا فيني هنا ثاني مؤشر باللي جملة استفهامية يعني فخاز انتيروغاتي الآن عندي النوع الثاني اللي هو يكون بكلمة استفهامية برقوة وكي اسكي كمان هذا ما ثاني دليل ولا مؤشرات تعل فخاز انتيروغاتي دائما تنتهي برقوة علامة الاستفهام جامي تلقاو نقطة هكا عادية جامي نروحو للنوع الثالث النوع الثالث هو النوع التعجبي ولا الجملة التعجبية لفخاز اكسكلماتيف هنا بلا يقول أطفال دائما يكتبوا ينسوا هذا اللي سيدروا اكسلاماتيف كينا اكس ومبعد السي اكس كلا ما تي هنا كينا بعض الكلمات اللي عينونا باريخزاند كال كال بالغوب كوم هنا ثاني عندي سيجي بسا سبقاتوكم ودايمن تخلاص بوش بعلامة التعجب لبوان دكسكلاماسيان اوكي اذا هذي جملة تعجبية النوع الرابع هو لتيب امبيغاتيف وبيان افخاز امبيغاتيف يعني الجملة الامرية هنا عدنا عدة امثلة وعلامة الوقف رح تكون حسب المقصود لانو فعل الامر حنستعملو للنهي للامر للمد الناصيحة ذوكي لا نزقي ندير علامة تعجب لبوان دكسكلاماسيان ولا رانين مد ناصيحة برك نديرو ام بوان نورمال ام بوان فينال باركزم سوى بولي هذا انسان سأل ادب ونقولو كونك مأدب سوى بولي غستي تخنكيل هذو ميقباح ويجل السادة تقولو هما يستعقلوا قادوا العقلين غستي تخنكيل ولما ما تقول لك السناني نمسح روح من هيح متبقاش تزقيدو هلكبير لطف دانك هل فادير نغستو بالا نديرو ام بوان نورمال ويجل السادة دكو روح من هنا روح بعد سهل دانك 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 هنا وشكتلكم بتشوفوا المقصود لانسان يراهو يهدر هذو هما لكات خطيب دفخاز إلا حبيت وتدريبات أكثر وتمعين أكثر ما عليكم غير تخليوا لي تعليق وننسيق نقرأ كامل تعليقات ان شاء الله وربي قدرني ونجاوب على كامل اسئلة تاعكم في النهاية وقلكم ما تنساوش دعم القناة بالاشتراك وماذا بكم وتعليق شباب ولايك ما تروحوش بلا ما تخليوا لي لايك ايا تهلا وفي وحكم وفي والديكم سلام